النهاردة الرئيس السيسي وصلت زيارته لمسقط اليوم الثاني على التوالي وزور معلمة السياحية والرئيس يعني في الزيارة بيشيد بكيادة الحكيمة لسلطان قبوس وحرصه على تطوير السلطانة الحقيقة يعني أنا عايز أقول أن في الزيارة بتاعت الرئيس كم الحفاوة دي المؤكد أسلاجة صدر كل مصري بيحب مصر وقد إيه الإحساس الرئيس النهاردة زار الجامعة بتاع السلطان قبوس ده اللي هو في الزيارة دي الرئيس فيه وده يدامع الأكبر مسل في السلطانة وأحد المعالم الدينية والحضرية والثقافية المسل يعتبر يعني تحفة زخروفية ومعمرية فريدة من نحة ومركزة هامة للدراسات الإسلامية ومنبعا للتعليم العلوم الإسلامية وتخريب الدعاء والمفكرين وبرل للتواصل الإنساني الرئيس دي الزيارة بتاع المسلد الكبير اللي هو أكبر مسلد زي ما بنقول في عمان الرئيس بعد زيارة المسلد دي أو في الزيارة دي الحقيقة في مصر هناك من عمان لها هنا الزيارة دي بتاع الرئيس اللي هي في دار الأوبرا السلطانية وتعتبر أحد المؤسسات الرئيسة في مجال الفن والثقافة سلطانة عمان وتعد مركزا متميزا في التباصل الحضاري والثقافي والفني بهدف تعزيز التقارب والتبادل للثقافي الرئيس عمل كلمة بعد مزار الأوبرا وبعدين الرئيس عمل زيارة برضو لمتحف قوات السلطان المسلحة اللي وثق التاريخ العماني العسكري منذ فترة مقبل الإسلام إلى عصر النهضة وبيعرض إنجازات قوات المسلحة العمانية ويبرز ما راح تطورها عبر العصور حتى العصر الحديث ومصلت إليه مستوى عسكري وقدرات متميزة عايز أقول بقى كلمة حق هنا إحنا لنا أهالينا اللي أمه في بلدهم التاني عمان الحقيقة أهالينا اللي في عمان لما تيدي تسأل أحد فيهم حتلاقي أي واحد قال له واحد بقاله 15 سنة 20 سنة فعلا بيشتغلوا في وسط السكران هايل جدا دي الزيارة بتاعة الرئيس المتحف العسكري ده العماني ده الزيارة بتاعة ستة الرئيس هناك أهالينا في عمان هناك حس يعني الحفاوة قد إيه الشعب العماني بتبطوا بترحيبوا وبكلام ده كله عشان كده المصريين اللي في عمان أو جالية المصرية في عمان حتلاقيها بقاله فترة سنة طويلة جدا ما من يعني ما فيش فترة أو زي حاجة زي بيحصل أي حاجة فعمان يمكن أحد البلاد العربية ويمكن البلد العربية الوحيدة اللي تلاقي فيها جالية مصرية الواحد قاعد هناك اللي بقاله 20 سنة وربي قاله 30 سنة ترجمة نانسي قنقر